طيب عن حضراتكو الخبر اللي جاي ده معلش يعني ادوني بس تركزكو ديئتين بالزبط الخبر اللي جاي في الحقيقة خبر مفجع جدا والخبر لما يأتي من مركز بحثي كبير ومركز امريكي متخصص من معهد اكاديمي معروف بابحاثه في الاقتصاد العالمي ومعهد معروف بمزاقية ابحاثه ورؤيته الاقتصادية والسياسية زي معهد السياسة الدولية بواشنطن يبقى لازم حضرتك تنتبه الكلام اللي تقال هما بيقيموا الوضع الاقتصادي المصري كلام خطير جدا وكلام مفجع جدا بشكل مباشر مدير معهد السياسة الدولية بواشنطن لو باولو فونشراك في تصرحات لموقع الحرة الامريكية بينادي على العالم بيخاطب ضمير العالم انقذوا مصر من الافلاس والمجاعة انقذوا مصر قبل ان تتحول الى لبنان وسوريا اخرى الراير بيقول العالم يجب اذا كان لا يرغب في رؤية مصر مفلسة فيجب الاسراع بتدخل ليجاة حلول عاجلة الابارة دي اللي بدأ بيها مدير معهد السياسات الدولية بواشنطن حديث الموقع الحر خلي بالك من اللي جاي ان هذا الرجل اوضح ان مصر تعاني من حكومة محدودة الكفاءة ادارة غبية ادارة عقيمة حكومة لا تحمل اي كفاءة وليس لدي القدرة الاتخاذ القرارات الاقتصادية الصائبة وبالتالي لا يكفي تقديم القرود ذات الفوائد المرتفعة فقط الا اذا كنا نريد ان نرى مصر دولة مفلسة يعني هو يرى يرى الان بشكل مباشر ان انتو صندوق النقط او الاقتراض اللي بتديه الدول لمصر غير كافي في ظل حكومة محدودة الكفاءة غبية عقيمة التفكير بيقولهم الرجل انقذوا مصر من الافلاس ومن المجاعة القادمة مصر نموذج احنا الان نرى فيه سوريا ولبنان كما الرجل بيقول دلوقتي وبيقدم حلول ثم هو يبحث عن مصر مش عشان الراجل قلبه علينا ولا بينامشي الليل من عشقنا لا بيقولك على فكرة محتاجين مصر قوية في الشرق الاوسط عشان تبقى مصالح اسرائيل فالقذوا مصر على الولايات المتحدة الان ان تتدخل وعلى صندوق النقد وعلى كل الناس تتدخل الكلام خطير جدا كلام مدير معد السياسات الدولية بواشنطن في قمة الخطورة ريضي كلم من خلال واقع اقتصادي وارقام قدامه بيقولك لا ده شبح افلاس ومجاعة في مصر ويستنهض عزائم امريكا والعالم كله من اجل تدخل بحلول عاجلة لانقاذ مصر صحيح هذا الموضوع حضرتكم اهوت بيقولك سيناريو الافلاس او المجاعة هذا ما اعتبره مدير معد السياسات الدولية بواشنطن من الكوارث التي لن يتحملها العالم حاليا متسائلا هل تريد الولايات المتحدة والغرب عموما ان ترى سوريا او لبنان جديدة كلان في غات الخطورة جماعة بيقولهم مصر دولة ذات مكانة مهمة ومؤثرة في الشرق الاوسط بسبب قناة السويس واسرائيل وهي لا تقل اهمية عن اوكرانيا التي ساعدتها واشنطن بملايين الدولارات لذلك لا يجب الوقوف مكتوف اليد بدون التعجيل بتقديم حزم المساعدات المالية والغزائية العاجلة كلام وتصريحات في قيمة الخطورة ارى مش بقول كده عشان بيكره مصر ولا بيحاول يشوف مصر او يطعم في مصر بالعكس ده بيستنهد ويحفز العالم من مساعدة مصر من شبح الافلاس والمجاعة لو العالم وقف في هذه اللحظة الفريق تصريحات في قيمة الخطورة توريك ان في واحد من اهم المعادل المتخصصة مع دلسلسات الدولية بيكلمنا عن مصر بالديل الصورة وعن الحاضر والمستقبل اللي بيخيم عليه المجاعة او الافلاس لقدر الله